السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايز في كل مكان. اهلا وسلام بكم. معكم مستر نحمود زران. والنهاردة بنكمل سلسلة النوت الصحيح. ازاي نقدر نمطق كلمات بطريقة صحيحة بكل سهولة ويسر. في كلمات كتير جدا عندنا بيكون في اخرها بحرفين دول. اللي كنا قلنا في فيديوهات قبل كده ان حرفي في اخر الكلمة بيبقى سايلنت يعني ما يتنطرش. طيب. حرف ال ال بقى. ال ال هضم اللي قبلها. يبقى في الكلمات اللي تنتهي ب ال ا هضم الحرف اللي قبل. تعالوا نشوف انثلة كتير قوي عندنا. دي كلمات في اخرها حرف ال ا زي كلمة ابل. ما اقولش ابل. لا اسمها ايه? ابل. يبقى انه ضميط ايه? ضميط الحرف اللي قبلت ايه اللي هو حرفي ال ب. ابل. طبعا ابل يعني طفاخ ازا ما انتوا عارفين. بعد كنا عندنا كاندل. كاندل. كاندل يعني شمع. نقول تاني مع بعض. كاندل يعني شمع. طيب. بعد كنا عندنا سادل. عندنا ايه? اه? سادل. اسمها ايه? اجيل. سادل. سادل اللي هو ايه? سيرد الحصاب. طيب. عندنا بعد كده الكلمة ديها اسمها ايه? بولول. اسمها ايه? بولول. بولول اللي هي الزجاجة. وحرفي تي طبعا في الانجلش بيبقى اشبه نطقه زي الدين. بس بيبقى ايه? بخافف شوية. اسمه ايه? بولول اجيل. يبقى زجاجة يعني بولول. بعد كده عندنا نودل. نودل اللي هي الشعرية. اسمها ايه? نودل. عملت انا ايه? ها? ضميت الحرف اللي قابل اللي هو حرف دي. فقلت ايه? قلت نودل. تمام? طيب. بعد كده عندنا نودل اللي هي الماشية. الماشية زي الابقار والاقناب وكلام داخل. يبقى اسمها ايه? كده. طيب. بعد كده عندنا ليلو. اسمها ايه? ليلو. ليلو يعني قليل. يعني مقبل. اي ايه بقات اي ايه اي شي اسمها هاندل. تمام? بعد كده عندنا بيلو. اجيل. اسمها ايه? بيلو. بيلو اللي هي المخنف ساعة. نقوله متاني كده مع بعض ووحدة ووحدة ونعرف ننطق صح وبصورة صحية. نقولت كندل. اجيل. كندل. سادل. اسمها ايه تلي. سادل. بعد كده عندنا بولو. اسمها ايه? بولو. نودل. اجيل. نودل. بعد كده عندنا كده عندنا هاندل. اسمها ايه? هاندل. بعد كده عندنا بيلو. بيلو ليه المخنف ساعة. طيب يعرفنا كده ان حرف ايه 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 بعمل ايه? بضم اللي قابل ايه الايه. طيب. بيعدينا كلمات تانية في نص الكلمة حرف الاي. وفي اخر الكلمة حرف اي. نقول تاني كده مع بعض واحدة واحدة عشان ايه نوارف ننتق صح. ها? في كلمات بيبقى في نص الكلمة حرف الاي. في اخر الكلمة في ايه? الاي لو جات في نص الكلمة وفي اخر الكلمة ايه هاند commented الاي زي ما هي اي. واللي عايز يعرف برضو نطق الحروف كلها يرجع كده لاول فيديو. فيديو نطق الحروف مشروع فيه بالكامل. يبقى حرف الاي. يبقى تيجي في نص الكلمة والتاني اول. وفي اخر الكلمة ايه? انت الاي زي ما هي اي. زي كلمة كايت. كايت يعني ايه? طائرة ورق. بعد كده عندنا بايت. اللي ايه بمعنى يعض. ما هي تاني? بايت. بمعنى ايه? يعض. بعد كده عندنا ها? انتو بلا تقرؤوا معايا. صايل. براو باري. صايل. صايل يعني جانب. صايل يعني ايه? جانب. طيب. عندنا بعد كده. هايد. هايد بمعنى ايه? يختبر. هايد بمعنى يختبر. رايد. رايد. ليه بمعنى ايه? يركب. رايد. يركب. عندنا بعد كده ها? انتو لو تقرؤوا كده هحاول معايا. قلنا حرف الاي هيطنطق زي ما هو اي. يعني اقول له اي. يعني اقول ساي. ما اقولش سي. اقول ايه? ساي. يبقى اسمها صايت. وطبعا حرف الاي في اخر الكلمة ما يتنطقش. تمام? يبقى اسمها ايه? سايت. جميل. سايت اللي هو ايه? الموقع الالكتروني. بعد كده عندنا ها? وايد. اجيم? وايد. وايد يعني عريض. وايد يعني عريض. عندنا بعد كده ها? حاول تقرؤوا بقى الكلمة ديها? عندنا اف اي دي اي. الاي برضو هتنطق زي ما هي اي. ليه? عشان في اخر الكلمة عرف اي. يبقى اسمها اه? اسمها ايه? فايد. فايد يعني اخلاص. وبعد كده عندنا الكلمة ديها? ها? الكلمة ديها فيها حاجتين للنظر. حرف الاي في النظر في اخره ايه? وكمان عندنا فيها ال اي. واحنا لسه باخدين دلوقتي اللي ال اي بضم اللي قبلها. يبقى لتنظر ايه? هم? باسمها ايه? فايل. برابع عليك فايل اللي هو ايه? ملف. ما اسموش فايل. اسمو فايل. جميل. اجيم. اقول كده اتنى مع بعض. كايت. بايت. سايد. هايد. هايد. رايد. سايد. وائد. فايل. بعد كده انا عمدين فايل. اجيم مور راقامان. كايت. بايت. سايد. هايد. رايد. واخر كلمة تمام طيب امال بقى لو احنا عندنا ان حرف الاي جال في نص الكلمة بس مفيش في اخر الكلمة ايه. في نص الكلمة حرف ايه لكن مفيش ايه في اخر الكلمة. انت الاي ايه. كأنه ايه بالزبط. يعني كأنه كسر. تمام? يعني دي كلمة احنا قلناها ايه? لكن دي هده النطق تبقى كت. كنت بقى لكم ايه? الفرق بين النطق. شوف حرف الاي بيغير نطق الكلمة تماما. يبقى عندنا دي اسمها لكن دي اسمها كت. يعني العدة. الادوات والعدة. طيب. بيت. بيش دي كان بيت? طيب. لو احنا هنا شيرنا الاي. مفيش ايه في الكلمة دي ايه. يبقى هنطا الاي كأنه حرف الاي. كأنها كسرة. زي يقول بيت. يبقى نطقها ايه? بيت. برابع عليك. يبقى كت. بيت. بيت يعني ايه? عدة او القدمة. معايا? طيب. بعد كده عندنا نت. اسمها ايه? نت. نت يعني ايه? احمق. عندنا بعد كده هيد. اسمها ايه? هيد. خد بالكم ان دي كان اسمها هيد. عشان كان في الاخر اي. لكن دي ما ديش ايه? فيبقى نطقها الصح ايه? هيد. دي هيد. ودي ايه? هيد. عرفوا الفرق بين الكلمات. طيب. بعد كده عندنا كلمة ها? ار اي بي. يبقى اسمها ريب. باسمها ايه? ريب. اللي بمعنى دولا. بعد كده عندنا ها? يبقى لكم من حاجة برضو. الكلمتين دول زي بعض. احنا قلنا عندي اسمها ها? ها? حتي فاكر. برافو عليكم اسمها ايه? سايد. تمام? لكن ديك لما شدنا الايه. بقى اسمها ايه? ست. بقى اسمها ايه? ست. جميل جدا. ست بمعنى ايه? يا جلس. طيب. بي اي تي. بي اي تي. انطقها ازاي? اقولها ايه? برافو عريق. يعني نواة الثمرة. النواة اللي موجودة داخلها الثمرة. اقول لها ايه? اقول لها بت. تمام? طيب. بعد كده عندنا فت. 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 يعني لائق بدنيا. قوي. او بمعنى يناسب. بعد كده عندنا اف اي او او يبقى اسمها فيل. اسمها ايه? فيل. يعني يملأ. لكن دي احنا قلنا اف اي او اي يبقى اسمها ايه? فايل. يبقى اسمها ايه? فايل. دي مفيش ايه في الاخر يبقى اسمها نلطقها الموضس لكن بتاعه فيل. تمام? لو نمتنى كده مع الابا. كت. بت. نت. هد. ريب. ست. بت. فت. فيل. اجين مرة كمان. كت. بت. نت. هد. بت. ريب. ست. بت. فت. فيل. واخر الفيديو اتمنى تكون انتم استفدتم. وحاولوا تشاهروا الفيديو ده لأكبر عدد ممكن عشان الكل يستفاد. شكرا على استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.